شباب يتهيأون للذهاب في رحلة لا للتنزف أو المتعة وإنما يتكبدون معاناة التنقل بأي وسيلة كانت وأحمل كل هذه الأثقال فقط من أجل مد يد العون للعائلات المعوزة عبر قرى ومداشر ولاية الصعيدة بتوزيع مواد غذائية وملابس وأفرشات حضيرا لموسم الشتاء البارد اليوم رهات قوم الجمعية تدامل وإحسر وفعله خير بتوجيد القفة الشهرية وحوالي 160 قفة كل شهر ونشكر كل المحسنين الذين يسمون معنا ويعاونونا ونشكر كل شعب والاية الصعيدة الذين يساعدنا في هذه الجمعية ورب العالم ليخلصهم وإحنا مدى بنا نطلبوا من المحسنين تاني باش يزيدوا يعاونونا ونطلبوا من السلطات باش يزيدوا يساعدونا أكتشوف باللي عدنا شباب بزيف الله يبارك في الجمعية وخاطر شنانا نغابنوا في السيارات وفي الأخر المبادرة الإنسانية التي حذيت بها العائلات المحتاجة بالولاية من طرف الجمعية الولائية للتضامن والإحسان تمت في ظروف حسنة وسط فرحات أبهجة الكبار قبل الصغار قفة مليحة فيها كل شيء مقيوم قاع كل شيء مصروف قاع كومبلي ثلاثة بنيات ما عنديش مني نجيب لهم كومشي الجمعية رمحلين البيبنتة وحهم ما عندناش قاع مني نجيبه الحمد لله قايمة بالواجب ونتمنوا نتمنوا نتمنوا نشوفوا هاد السوالح في بلادات واحدة أخرين قاع إن شاء الله وهذا الناس اللي يكون عندهم إن شاء الله يعاونهم رمي يعاونوا المرضى يعاونوا الناس اللي ما عندهاش الله يقدرهم الله يقدرهم الله يخلف عليهم والله يعجلها لهم في الميزة المقبول إن شاء الله الله يكتر الخير عليكم والله يحفظكم والله يستركم والله كل لكم ثمانين إن شاء الله ربي يكمل لكم جمعية وفعلوا الخير الله يكتر خيركم وبرك الله بكم الله عجل ربي يخلصكم أول عماركم إن شاء الله كما فرحتون الله يفرحكم ومع وجود ألاف من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر فهم بحاجة إلى مثل هذا النوع من المساعدات الذي قد يكون لهم بمثابة متنفس ومخرج من دائرة الحرمان